موسيقى 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 فالحقيقة مزيد مباريح تقدر تبني عليه ف اللي جاي وخصوصا وأتمنى أنه رسالة توصل وهي أكيد هتوصل طبعا كابتن ساد عبدالحفيز وكابتن سامي وقمصان هيتكلمه مع الراجل ف اللي جاي نحن عندنا ان شاء الله مصر الجونة منيلي يوم الثلاث ومن بعد مصر الجونة عندك ثلاث مصرات درب نار ثلاث مصرات من العرض تقيل أصعب ثلاث مواجهات تقريبا على المستوى المحلي. ليه بقول كده؟ لأنك أنت هتلعب فيوتشر وهتلعب بيرامدز وهتلعب بما أنك كسبت مبارح بيتو جات فأنت رايح تقابل الزمالك. فبالتالي أنت بتلعب التلات فرق اللي منورين قوي سيزن ده. المربع الزهبي أطراف المربع الزهبي مع النادي الأهلي زمالك متصدر البطولة مؤقتا لغاية لما الأهلي يلعب مؤجلاته. بيرامدز وإحنا بينا وبين بيرامدز فيه دربي من نوع خاص كده. بعيدا عن المنافسة إحنا السنة دي وجعناهم مرتين وجعناهم في الأول طبعا لما كسبناهم بسكور تلاتة صفر. وجعناهم تاني لما طلعناهم من بطولة الكاس. فلقاء بيرامدز هيبقى لقاء صعب مش بالمباراة سهلة. وفيوتشر محدش يقدر ينكر أنهما ناس بتقدم كرة حلوة جدا وفرقة يعني تقيلة وفرقة متكاملة. والحقيقة عندهم طموح كبير جدا وعندهم عناصر مبشرة جدا جدا. فتقدر تقول واحدة من أطأ الفرق الدهوري. والثلاث فرقة اللي أنت هتلعبهم وصلين أفريقيا أو رايحين أفريقيا. فبالتالي فكرة الطموح عندهم كبيرة جدا في توقيت صعبة بالنسبة لجهازنا الفني اللي لسه بيحاول يقرب من اللعبة ويفهم إمكارياتهم ويحاول يرياحهم كويس إن فيه بريك لطيف يعني بعد مطش الجونة إن شاء الله هيبقى أول فترة تمتد أو تصل لمدة أسبوع عشان فرقة تاخد تلتقط أنفسها شوية. الجهاز الفني يهدى شوية ويفهم طبيعة التلت مطشوات اللي جايين لأنه هم مهمين جدا بالنسبة لجمهين نادي الأهلي ومهمين كمان على مستوى المنافسة. مطشو إزا مالك بطولة لوحده. بطولة كاسي يعني. وبطولة كمان ببقى أنه الأهلي إزا مالك مطشواتهم بطولة في حد ذاتها. لكن كمان مطشو بيرمج ومطشو فيوتشر ومطشو الجونة معهم في الحسابات يوصلون بشكل كبير جدا لصدارة الدولة في المطشوات في منتهى الصعوبة وفي نفس الوقت في منتهى الأهمية.